بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا بليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يكيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وإزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجاللونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع لامر الكافرين ليحق الحق ويمطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجام لكم أني ممدتكم بألف من الملائكة مردفئين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم وعيس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشافذ الله ورسوله فإن الله شديد العطاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارُ ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء لغضب من الله ومأوأه جهنم وبئس المصير فَلَمْ تَقْتُمُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَبَيْتَ إِذْ رَبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَبَى وَلِيُمَنِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُدُونَ عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إن شر التواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحمل بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واكتقوا فتنة لن تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون يا أيها الذين آمنوا لا تخفنوا أغرى الرسول وتخفنوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنقر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يستغفرون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون أموالهم فسينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلمون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأورنين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما تعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وعلموا أن ما غربتم من شيء فأمن لله خمسه وإن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعنوة الدنيا ومن بالعنوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاب ولكن ليقضي الله أمرا كان مسعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينا وإن الله لسهيع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشنتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مسعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفليحون وأضيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ بِيَارِهِمْ بَطَرَهُمْ وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَسُطُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَنُونَ مُحِيطَ وَإِذْ غَدَوْا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّرْسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَةَ أَلِنَكَ صَعْلَى عِلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض خر هؤلاء دينهم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولو ترى إذ يتوصف الذين كفروا الملائكة يضرئون وجوههم وأدمارهم وذوقوا عذاب الحليط ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أدعمها على القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميعا عليم كذأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكنا لهم بظنوبهم وأخرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرب بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تثقفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدتوا لهم ما استطعتم من قوة ومن عباق الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنحنا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريده أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها الناس حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها الناس حرك المؤمنين على الكتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئتين يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف فالله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئتين وإن يكن منكم ألف إن يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى لا يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ولولا كذاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آموا ونصروا أولئك بعضهم أولئاء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كمير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آموا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وإسق كريم والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرب المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يخلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقرون دعوا 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 rie دعوا دعوا